بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. آآ هنكمل على بقية التستين آآ آآ سكشن نومبر ايت هنعمل لانشين للفراجمنت من التست. خطوة اللي جاية اللي هنعملها. نحن هنعمل عشان نتست التفاعلات. هنتأكد ان الفيو موديل بيعمل تحديث لليوزر انترفيس. عشان نعمل الكلام ده هنستخدم حاكتين. التفاعلات بتاع العديد من الكلاس. توا ميك شور عشان نتأكد زي بيهيفز از اكسباكتين هما بيتصرفوا زي ما هو متوقع منه. لما بيستخدموا مع بعض. ده تست كام بي ران ايدر لوكالي موكن تران بيه تست سورس ست. او انسترومنتيشن تست جوال اندرويد تست سورس ست. ده البيرامد الهرم بتاع التستين. الونت تست 70% الانتغراشن تست 20% الانتغراشن تست 10%. موكن تستخدموا مع بعض الفراجمنت. او حاجة هتزوج الدبندنس دي ضوى الفراجمنت. ال جي يونت. الاندرويد انت هتلاقيهم موجودين. و الاندرويد اكس فراجمنت تست. و الاندرويد اكس تست. حل. جي يونت. الجي يونت. ضرورية. عشان تكتب. جمل تست. آآ الاساسيات بتاع كمل الاختبار اللي بنختبر بيها. والاندرويد اكس تست كور. ده كور اندرويد اكس تست. والختلين تست. زا كروتين تست. والاندرويد اكس تست اندرويد اكس تست. عشان تبني تست للاختبارات. الاختبارات and changing their state. since you will be using these libraries in your android test. so set use android test implementation. استخدم هنا الاندرويد test implementation ده عشان لو هتستخدموا جوهة instrumented test. حل؟ واستخدم قلنا اندرويد test implementation to add them as dependencies. حل؟ step number two. make a task detail fragment test class. هنكرية class هنسميه task detail fragment test. عشان نختبر ال task details fragment. the task detail fragment shows information. بتوريك معلومات about a single task. انت كريتت task file. حلو? كتبت فيها الايه? التايتل والديسكريبشن. هي بتوريك بالتفاصيل التايتل اللي انت كتبت والديسكريبشن كل. ليه معين? حلو? you will start by writing a fragment test for the task detail fragment. since has fairly basic functionality compared to the other fragment. اول حاجة افتح ال task detail fragment. وآآ رايت كليك على اسم الكلاس. اعمل generate. بعد كده test task detail fragment as you have done before زي ما عملت قبل كده. accept the default choice and put it in android test source set. مش جوه التايت صور ست. يبقى نعمل له جوه الايه? الاندرويد تاست. اهو انا بين كسين الاندرويد ايه? تاست. حلو? ادي التاسك detail fragment test. ده الكلاس اللي احنا لسه مكريتين. طيب. why put this test in the android test source set? ليه? حطينا التاست الكلاس ده? جوه الاندرويد تاست مش جوه التاست. صور ست. اول حاجة. الفراغمنتز at least the ones you will be testing are visual and make up the user انترفيس. هي عبارة عن يو اي. حلو? الفراغمنت عبارة عن يو اي. حاجة سكرين بتظهر لليوزر بتفاعل معها. because of this عشان كده. when testing them لما بنجي نختبارها. it helps to render them on a screen. نحنا نعمل لها render على السكرين ونشوفها. حلو? يبا هي يو اي تاست. as they would when the app is running. لما الابليكيشن بيعمل run. thus when testing fragments لما بنجي نختبر الفراغمنتز. you usually write instrumented test which live in the android test source set. as a general rule of thumb. if you are testing something visual. اه لو بتست بتختبر شيء visual مرئي يعني بتشوفه بعينك. run it as instrumented test. ده اعمل له run. آآ كأنه instrumented test جوه الاندرويد test A library. حاجة مش بتشوفها بعينك. يبقى دي آآ. unit test بتستخدمها جوه ال A test source set. طيب. add the following annotations to the task detail fragment. جوه تست. حتعمل annotation at run with. وات medium test. ادي ال closeout. التاسك detail fragment test. حطينا في ال medium test way run with. طيب. the purpose of these annotations. الغرر من ال annotations. دي ايه. ال medium test marks the test as a medium runtime. يعني runtime uh medium. حطمه ايه. متوسط. متوسط. integration test versus عكس. ال small test unit test. and add large test end to end test. يبقى ال medium test ده integration test. ال small test ده unit test. enlarge test ده end to end test. this helps you group and choose which size of test to run. ده بيساعدك انك آآ تعمل group مجموعة وتختار انهي حجم آآ test هتعمله run. الات ران ويز اندرويد جي يونيت. annotation ده used in اني كلاس بيستخدم في اي كلاس بيستخدم الاندرويد اكس تست. حب؟ طيب عايزين نعمل لانش للفراجمنت من التست كلاس بتاعنا. in this task you are going to launch task detail fragment. اتعمل لانش تفتح ال task detail fragment باستخدام الاندرويد اكس testing library. الفراجمنت سيناريو. is a class هو عبارة عن class from android x test. من ال library اللي اسمه android x test. that wraps around the fragment and gives you direct control over the fragment's life cycle. آآ بيمنحك تحكم ايه مباشر لدورة بتاعت الفراجمنت. for testing عشان تعمل test. to write tests for fragments عشان تكتب test للفراجمنت. بتكاريت. فراجمنت سيناريو. for the fragment you are testing. للفراجمنت اللي انت بتعمل لها test. في الحالة بتاعتنا اللي هي task detail a fragment. حل. copy. آآ the test. آآ this test into task detail fragment test. جوال class هنعمل function. آآ test اسمها active task detail displayed in ui. اتعرضت جوه user interface. ادي الجيفن انه هو عمل اد للتاسف جديدة وبصلها الارجومنت بتاعتها. بالbundle equal task detail fragment args active task dot id dot to bundle. وي launch fragment in container وبصلوا التاسف جديدة فراجمنت. طيب. this above code الكود اللي فوده creates a task. carry task oil. creates a bundle وcarry bundle which represents the fragment arguments. حل. for the tasks that get post into the fragment. وي launch fragment in container. دي function عبارة عن function. creates a fragment scenario with this bundle. بتكارية fragment scenario بالbundle ده وبالسيم ده اللي مبعوط. البندل دي حل اللي انا زودت فيها آآ الكلام ده. والسيم بتاع الابليكيشن. supplying the seam is necessary. انك تعمل سبلاي للسيم ضروري. because fragment usually get their seaming from their parent activity. عشان عادة الفراجمنت بتحصل على بتاعها من ال parent activity. حل. when using fragment scenario لما بتجي تستخدم الفراجمنت سيناريو. your fragment is launched inside a generic empty activity. بيحصل لها launch بتفتح من خلال generic activity activity فاضيو. so that it's properly isolated from activity code. you are just testing the fragment code. not the associated activity. انت بس بالتست الكود اللي موجود جوال fragment مش ال associated activity. the same parameters allows you ان اكتباس السيم كبرامتر. بيسمح لك to supply the correct scene. this is not a finished test yet because it's not asserting anything. آآ احنا كده مخلصناش التست عشان احنا ما عملناش assert لاي شيء. for now. run the test and observe what happen. اعمل run وشوف الا هيحصل. this is an instrumented test. so make sure the emulator ده instrumented test. فاتأكد انك عمله run على emulator او ايه او device حقيقي. واعمل run للتست. a few things should happen. القليل من الاشياء المفروض ايه تحصل. first اول حاجة. آآ because this is an instrumented test عشان ده instrumented. آآ the test will run on either your physical device. هيران يا اما على الفيزيكال ديفايس اللي انت بتران عليه لو انت عمل connect ليه الموبايل بتاعك على اللابتوب او الكمبيوتر. or an emulator. او اموليتر موجودة جوه الاندرويد ستوديو. حل? it should launch the fragment. هيفتح الفراجمنت. notice how it doesn't navigate through any other fragment. مع مالت navigation لاي fragment. or have any menus associated with the activity. it is just the fragment. هي مجرد الفراجمنت. tip if you need to slow your test. لو عايز آآ التست بيرن بسرعة شوية. لو انت عايز تبطقه شوية عشان تعرف تشوف ايه اللي بيحصل. ممكن تعمل ايه? you can add to sleep. آآ two data. as it doesn't successfully uh load up the task data. your test both needs to load up the task detail fragment which you have done. and assert the data was loaded. تأكد ان ال data اتحملت بشكل صحيح. correctly. why is there is no data? ليه ما فيش بيانات? this is because you created a task. عشان انت كريتت task. but you didn't save it to the repository. ما عملت الهاش. حفظ بوا الريبو. حل? add test function. آآ active task detail displayed in uh UI. well active task equal task. وباصلنا البرامتر بتاعتنا وبعد كده عملنا البندل وبعد كده عملنا launch fragment in a container. you have this fake repository. حل? but you need some way to replace your real repository. عايز طريقة تبدل بها. الريل ريبو. with your fake. بالفاك اللي انت عملتها. with your fake one. for your fragment. you will do this next. هنعمل الكلام ده في الخطوة اللي جاي. هنكمل على السكشن اللي جايب في الفيديو اللي جاي.